موسيقى 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 الموسيقى موسيقى هذه المؤ relación تصير شعر والحين الحمد الله دائم عن صوتي كان كارثة كونية كان ولا زال الحمد الله على كل حال المهم في الكم دقيقة اللي بابربر عليكم فيها اقول لكم ليش ان كل شي صار في حياتي هو اجمل شي في حياتي واني لو جتني فرصة اعيد الحياة اختار حياتي هذي مثل ما هي بمساوئها ومحاسنها الكلمة اللي قاعد اقولها وكتبتها هذي اختارها حرف حرف ما رح اغير شي واسف يمكن تحسون مع الكلام انه انا اكثر شخص يستخدم كلمة انا في التاريخ استخدامي اللي كلمة انا مهوب لاني متمحور ذاتي حاشا والله لكن انا اعتقد ان التجارب الذاتية هي اسطق شي ممكن انقال هي اللي تعطي المفهوم الحقيقي للانسان مهي بتجربة شخص اخر اعجبني كلامه وحسيت انه ممكن يمثلني قدامكم لا هي شي انا سويت اعطيكم اياه مثل ما هو والاستنتاج يجيكم معها انا احب الحياة وما اقصد اني احب الحياة كمرحلة قبل الموت او انها الطريق اللي نمشي فيه المصائرنا ولا اقصد اني اتفائل بالجاي وان الحياة نعمة تستحق الحياة فقط لانها موجودة كل الكلام اللي قبل صحيح ما عندي مشكلة بس مو بهذا اللي اقصد انا حب الحياة حبي للاشخاص حب مبني على علاقة متبادلة اخاف عليها وغار عليها واذا جتني الحمى وبدأت اهذي احسني اقدر العب معها ولان هذا برأيي شعور لا يضاهى ابي كل الناس يحبونها مثل ما احبها انا استانس اذا احد قال لي انت مميز انت استثنائي ليت في منك اثنين وما استانس الفكرة المديح بحذ ذاتها بقدر ما احس وقتها بقيمة تجربتي في هذه التحفة الادبية العظيمة اللي نسميها الحياة وهالاحساس هو اللي يولد فيني الدافع عشان اكمل بناء حياتي عشان كذا لا بد اقول لكم كلكم وبيلا استثناء انكم استثنائيين انا اعتقد من متطلبات الحديثة من الاخرين هو انك تمتلك خبرة تشاركها او جواب على سؤال يشغل بالناس كثيرة او تجربة انا اصاب اني يكون عندي خبرة عمري 24 سنة وحتما ما عندي جواب على اي سؤال لكن كل اللي يمتلكه رهاب اجتماعي مزعج وقاعد يتكلم قدام جهور مشرد التفكير بعددهم يصيبني بالذعر وامتلك شيء اخر تجربة البسيطة في الحياة عشان ما اطول عليكم ابدخل مباشرة لم في صلب الموء في رأيي اللي يصنع الانسان هو تجاربه في الحياة وذكرياته تجاه التجارب واحكامه عليها ولان برأيي ما فيه مجال فيه شخص تتكرر عنده نفس التجارب والاحكام فانا اعتقد ان كل انسان عبارة عن قصة فريدة في كتاب الحياة ومن هالفكرة او القناعة صح التعبير تجاوزت مشاكل كثيرة لما ادركت ان كل انسان حالة استثنائية ادركت ان بالضرورة بتكون لكل انسان اولوياتها الخاصة ومخاوفها الخاصة ولما اقول خاصة ما اقصد انه ما احد يشارك فيها لكن اقصد انه دوافع الاولويات هذه ومكامل المخاوف هي الفريدة الانسان داخليا على صعيد المشاعر والافكار وتوالدها يمتلك اسلوب مميز يخليه مستحيل يتطابق مع احد ثاني فيه والتحدي الاساسي مو بانك تعرف ذاتك الذات تتغير باستمرار التحدي الحقيقي هو انك ان تفهم وشون قاعد تتغير وش الاشياء اللي يتأثر عليك وكيف وصلت لها المرحلة في الحياة انت اذا فهمت كيف تستطيع انك تواجه مشاكلك انا شخصيا عندي طريقة تساعدني مرة على هذا الموضوع انا اراجع ذكرياتي من ابعد نقطة في ذاكرتي نزولا للحاضر هذا يساعدني افهم شون انتشكلت وكيف وصلت لها النقطة في الحياة وكل انسان فيكم لما يفهم نفسه كما ينبغي بيعرف وش اولوياته ووش الدوافع اللي شكلتها اولويات ووش مخاوفه ومكاملها وبهذا بيساعد يحدد وش الصراعات اللي ينبغي عليها خوضها ووش المخاوف اللي ينبغي عليها مواجهتها خلواني اوضح لكم الليكسر بمثال حي في المتوسطة قرأت بحث مسوي دكتور اردنيا على ما اعتقد عن نسبية اينشتاين كان البحث موجه لطلبة الاعدادية لما خلصت البحث اذكر هذه اول مرة اواصل 48 ساعة كنت مندش نظرت الى العالم تغيرت وقتها تولد عندي حساس ان الفيزيا هي مستقبلي هي مصيري وفعلا مع مرور الوقت وكل سنة كنت انغمس بالفيزيا اكثر في الثانوي كنت اسحب على حصص الجيولوجيا واروح مع استاذ الفيزيا الغرفون درزين ونتناقش وش مصير له في اخر الابحاث الفيزيائية تخرشت من الثانوي وقررت واضح ما يحتاج فيزيا جاءوا اهلي وقالوا لي من جدك شايف لك وظيفة توقل عيش ما احد يوظف تخصص فيزيا بسمعت كلام هم عندهم وجهة نظر درست طايدة الكليونيكية بعد كم سنة سحبت ملفي لاني حسيت ما بي اقضي وقتي كله اشتغل شي انا ما بي لما دخلت فيزيا وتحلمت الاساسيات كان في شي مرة يضحك اكتشفت انه علاقتي مع الفيزيا مي بشغف في فضول وبعدها قررت لأول مرة اعيد ترتيب حياتي بشكل عملي من انا وش ابي انا ما قلت تخيلت نفسي اخذ جائزة نوبل بالفيزيا ولا قلت تخيلت نفسي انافس ستيفن هوكينج لكن كنت افهم وحس اني اقدر انافس درويش السياب اثبيتي وغيرهم احس اني افهم وش قاعدين يسوون حتى في الثانوي كنت اروح لمستهذا الادب اقول علمني شون اكتب موشح ابي اكتب موشح بس ما قلت رحل الستاذ الفيزيو وقلت لعلمني واشي اسس البحث العلمي اذكر في ديسمبر 2014 التفت على واحد من الشباب وقلت له ابن جيم عرف من انا انا شاعر من وقتها ادركت ان اللغة والكتابة والشعر هي مصيري ايقنت انها هي الشي اللي بيخليني استمر في الحياة من وقتها ابي الناس تعرفني كشاعر وكاتب حتى لما اقابل اشخاص جدد ويسألوني واشهدفك الحياة او اروح لمقابلة شخصية ويسألوني واشهدف بالحياة اقول لهم ببساطة الخلود انا ابي اخلد وثم بعدها ابدأ اشرح لهم اني ابي ابقى في ذاكرة الاخرين ككاتب وشاعر مؤخرا كنت اتساءل من وين جتني هذه الرغبة ليش انا ابي اخلد فسويت اللي قاعد اصويه كالعادة ارجع من ابعد نقطة في ذاكرتي ونزول من الحاضر تذكرت حلم غريب في المتوسطة تقريبا جدتي يطول بعمرها ويخلي لكم جدهاتكم وماتكم حلمت انها توفت الغريب في الموضوع انه انا الوحيد اللي كنت حزين الباقيين كانوا سعذاء جدا في الحلم كنت اشوف الاحداث من زاويتين المنظوري الشخصي وكنت اشوف الاحداث من فوق كنت في الحوش خالتي واقفة هناك وفي كرسي واشوف جدتي جاسعة الكرسي قلت خالتي هذه جدتي حية ما ماتت وجالس عند رجولها وضامها في نفس الوقت قاعد اشوف نيضهم كرسي فاضي دخلت للمجلس في حالة استيريا وبكاء قال لي رجل ما عرف لا في الحلم ولا في الواقع سلمان لا تبكي على أمك الموتة اذا مات هم يحتاجون دموعك تذكر أمك نورة تذكرها عشان تحتمي بذاكرتك من النسيان قال هالكلمة ذي وطلعت روحي شفت روحي تطلع وصارت لي مكان أسود قاتب ما لبداية ولا لنهاية وفوق السواد كنت أشوف دخان أشد سواداً قاعد يقرب لي بديت أركض أنحاش من هذا الشيء اللي ما أدري ما بينما أنا قاعد أركض كنت أشوف على يميني وعلي ساري تنفتح شاشات شاشات الذكريات الناس معي اللي يتذكرني أجلس في شاشته ما يجيني الشي الأسود اللي وراي ومجرد ما يتجاوز الذكريات تروح الشاشة فأضطر دور شاشة أخرى قمت و أنا مفجوع أعتقد هذا الخوف أعطاني الدافع أن يكمل حياتي من وقتها لليوم وأنها عندي ذعر مستمر من الفشل أخاف أفشل في تحقيق هدفي الدنيوي اللي هو الخلود بالنسبة لي هذا الخوف ما عمري فكرت حاربة ما عمري فكرت خليه تخلى أن يتجاوز الخوف هذا خوف إيجابي بالنسبة لي يساعدني أكمل في حياتي وأعطي أكثر لما قررت أكون شاعر كان هذا أول قرار أتخذه بشكل شخصي وقتها أمي تختار لي كل شيء تختار لي الملابس تختار لي كل شيء كان أول قرار أتخذه كإنسان مستقل هو أن أبي يصير شاعر عشان كذا ولأن هذا كان قرار ذاتي صرف كانت اللغة والكتابة تساعدني على التعبير عن أفكاري لأنها بشكل أو بآخر في الطريقة الوحيدة التي ترجمها بشكل صحيح الآن هذا الشيء خلاني يعرف أين أريد أروح الآن أنا أعمل صانع محتوى في أحد أكبر شركات في الرياض أستيقظ صباحاً عشان أروح أكتب أطلع من الدوام أروح البيت أكمل الكتابة ثم أنام وأستيقظ عشان أكتب الكتابة شكراً الكتابة هي مستقبلي وشغفي هذا الشيء هذه الوظيفة أول ما دخلتها كانت مثار للسخرية حولي مي بمفهومة في المجتمع اللي حولي كانوا يعتبرونها نكتة غير مفهومة الآن الحمد لله أهلي يدعون لي وفخورين فيني وأمي نورك اليوم تتحصني من الحسد بعدها عرفت المعايير النجاح مهيب معايير الرضا المجتمعي مهيب معايير الناس معايير النجاح هي معايير الرضا عن الذات بعد تحقيق الذات والكتابة فوق هذا ساعدتني أتجاوز مشاكل كبرى أنا زي ما قلت لكم شخص أعاني من رهاب اجتماعي جلست ثمانتاشر سنة عشان أتعرف على أول شخص في العالم قبلها كنت معزول تماماً عن الآخرين ونتيجة لهذا الرهاب أنا وبسبب الرهاب هذا كنت كنت أقابل أشخاص جدد كنت أخاف أتكلم معهم لأنني بساطة لما أجيب أقول له شيء أتخيل كل ردات فعله ولا أعرف الشي الصح لأنني ما أفهم الناس بشكل واضح كان الأمر مرة يخوف بس نتيجة للنشاط المخيلة هذا القوي كنت أكتب سيناريوات في البيت لكل الأحداث اللي مرت فيها وأضع كل الأشخاص اللي أعرفهم في قالب روائي وبناءً على معطياتي اللي عرفتها تجاء معهم وكيف يتفعلون كنت أقدر بسرعة أحلل وين رايح فهذا الشي ساعدني جداً أني أفهم الناس سأكون علاقات كثيرة سأكون طريقي في الحياة بشكل واضح سأكون أوقف قدامكم هنا وأتكلم بدون أي خوف من هذا المنطلق أحس لأن كل إنسان يدرك ذاته يجب أن يفهمه كيف صار كذا وكيف تكون أعتقد إذا استطاع أني يصل إلى هذه المرحلة بيجد شغفه وإذا وجد شغفه بيقدر يحدد أولوياته ومخاوفه السلبية ويحاربها ومخاوفه الإيجابية ويعززها بالنسبة لي المخاوف الإيجابية هذه هي غريزة البقاء في القرن الـ 21 تذكرون لما قلت لكم أبعلمكم ليش أبختار حياتي مثل ما هي أنا حياتي هذه ما بشي قمت للدنيا وقيته موجوده وقعد تمارسه ما بشي أعطونيها هالي وقالوا لي عيشه حياتي من أول ما بديت هي شيء أنا قاعد أبنيه أستثمر فيه قاعد أشهيدة لبنة لبنة باختصار حياتي هذه هي مشروعي الكامل لمرحلة ما بعد الموت فبالتالك الحدث في حياتي هو يصنعني بشكل أو بآخر الحياة بالنسبة لي مثل الرواية أنا مسؤول فيها عن شخصيتي فقط ماني مسؤول عن شيء آخر أقدر أطور شخصيتي وأحسنها بناء على معطفات الأحداث في الحياة أي شخص منكم لو قرر الرواية تمشي على نفس الوتيرة راح يرميئة من الصفحة العاشرة لأنها مملة ويكمل العاشرة مجاملة للكاتب مفروض أن يرميئة من ثلاث صفحة الإنسان برأيه لو عرف السعادة بدون ما يعرف الحزن بيتعامل مع السعادة تعامله مع الهواء عملية التنفس عملية مذهلة بيولوجيين لكن محد قد تفكر فيها محد قد تتكلم فيها لسبب واحد كل الناس تنفس بشكل لا إرادي محد فينا يعرف ما يتنفس لو عرفنا السعادة بدون ما نعرف الأسى والحزن بنعمل السعادة بنفس الموضوع ما راح نحس بقيمتها في النهاية آسف نطولت عليكم في النهاية أنا ما جيت هنا عشان أغير أحد الناس كلها بتتغير حتماً للثبات صفة محصورة على الحمقة والأغبياء والموتى إذا أنت من تبغى بي وأن أنت بميت حتماً بتتغير لكن أنا جيت هنا لعندي تجربة التجربة هذه لماذا يعطتني فكرة؟ ممكن وارد جداً أن الفكرة تكون غلط لكن في نهاية الأمر فكرة الفكرة هذه تفتح بالعادة ألف بها للتساؤل شكراً لكم